وزارة الدفاع التركية تعلن عن وصول وفد عسكري روسي لإجراء محادثات مع مسؤولين في أنقرة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين من أجل وقف إطلاق النار في إدلب شمال غرب سوريا وتهدف المحادثات إلى تحجيم الصراع الذي ترطب عليه نزوح نحو مليون شخص في الثلاثة أشهر الأخيرة ما أثار مخاوف حول نشوب مواجهة عسكرية بين تركيا وروسيا وبموجب الاتفاق وفق الطرفان على إنشاء ممر بعمق 6 كيلومترات على جانبي طريق حلب وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك الممر خلال أسبوع على أن تبدأ دوريات مشتركة للقوات التركية والروسية في المنطقة اعتبارا من الخامس عشر من مارس ومن المقرر أن يمتد الممر من شرق إدلب لغربها فيما ستتركز تفاصيل الاجتماع على عدد الدوريات ومواعيدها ومدتها ومن المتوقع إجراء إجتماعات أخرى بين الوفدين الروسي والتركي إما في أنقرة أو موسكو وكانت القوات السورية سيطرت منذ يومين على قريتي البريج ومعارة موخس قرب جنوب إدلب قبل أن تنسحب منها بعد ساعات وفي نفس السياق واصلت تركيا الحجد العسكري في إدلب وأرسلت تعزيزات ضخمة حيث بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا هناك وفي حلب خلال تلك الفترة أكثر من ثمانية آلاف وسبعمائة جندي ترجمة نانسي قنقر